موسيقى مساء الخير دخلت الرمان تشريعيا إلى لقلوب المليانة فانفجرت في اللجان النيابية وحولتها إربا غير مشتركة واللجان التي كان في نيتها الانعقاد على صياغة تمويل للانتخابات البلدية تحولت إلى حرب أهلية وبدى واضحا منذ الدخول والانعقاد أن الشياطين تنتظر حضور التفاصيل وأن نواب حركة أمل يتقدمهم غازي زعيتر دخلوا مدججين بالنظام وخارجه بافتعال إشكال يقلب الجلسة رأسا على عقب وذلك من خلال التحرش النيابي بالنائب المنتظم ملحم خلف وبدأت الجلسة نقاشا في تمويل الانتخابات التي يتضافر الكل على تطيرها لكنهم يتصنعون العكس وقد عرض النائب علي حسن خليل اقتراحه بطلب 1500 مليار ليرة من سلفة الخزينة لإجراء الانتخابات ما يحتم عقد جلسة تشريعية الأمر الذي رفضه التغييريون والكتل المسيحية واقترحوا تأمين المبالغ المالية من حقوق الصحوبات الخاصة من صندوق النقد لكن مسار النقاش وأصوات النباح النيابي إلى خارج القاعة والضرب على الطاولات غير المصور وتسريب أنباء معركة واترلون النيابية المشتركة كلها أسست لفضيحة جديدة عن التعايش وعن ممثلي أمة نقلوا خلافات الشارع إلى القاعة العامة واستعدوا لحرب ضروس وهيئوا لها الجبهات كان الكلام بالنظام أولا لكنه خرج عن الانتظام واللياقات والأصول وفتح جبهات ومنصات كان أعنفها ما دار بين النائبين سامي لجميل وعلي حسن خليل الذي اتهم الكتائب والقوات بالإجرام وعدم الامتثال لقاضي التحقيق في جريمة الطيون وذلك ردا على نواب أخذوا عليه تهربه من العدالة في جريمة المرفأ حال من الهستيريا النيابية التي لا ضابط إيقاع لها وهي دفعت بالرئيس نبيه بره إلى شطب المحضر لكن اللجميل طالب رئيس المجلس خلال اتصال هاتفي بنشر هذا المحضر وشيخ الصلح في هذه الواقعة كان التيار الوطني الحر ونائب رئيس مجلس النواب ليسبو صعب الذي وزع حبوبا مهدئة للأعصاب خرج تكتل لبنان القوي ببيان الواعظين الناسكين والقدسين الصائمين عن الرذائل فدع بيانه إلى التعقل وضبط الخطاب السياسي لمنع الانزلاق إلى التحريد الغرائزي والطائفي الذي يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه وكأن صائغ هذا البيان ليس هو نفسه جبران بسيل الذي اعتلى المنبر في خطابين متوترين فصنف بين المسيحيين والمسلمين وقسم وفدرله حتى دفع بنائب من عرينه السياسي وهو الياس بوصعب إلى وصف خطاب رئيس التيار بالاستفزازي لكن بوصعب وحتى اللحظة لم يتلقى قرار عزله من التيار كجري العادة تجاه كل من يخالفه الرأي